تتواصل المرحلة الثالثة من ندوات مؤسسة حياة كريمة في عدد من الجامعات تحت شعار تطوع واترك بصمتك يأتي ذلك في إطار برنامج توعوي متكامل بالتعاون مع الأكاديمية الوطنية لتدريب تحت شعار تطوع واترك بصمتك تستمر فعاليات المرحلة الثالثة من ندوات مؤسسة حياة كريمة في عدد من الجامعات ومن بينها جامعة السادات بمحافظة المنوفية حتى الثالث والعشرين من أكتوبر الجاري وذلك في إطار برنامج توعوي متكامل وبالتعاون مع الأكاديمية الوطنية للتدريب جايين النهاردة بنعرف الشباب يعني إيه يكون متطوع الهدف من التطوع ده إيه إن احنا بنقوله إزاي إن انت تساعد المبادرة في النهاية توصل للأسر المستحقة إزاي إن احنا نوصل الدعم المستحقي خصوصا إن احنا عندنا العدد كبير جدا وبالتالي هيكون عندنا على الأقل شاب أو اتنين موجودين من كل قرية ومغطيين المحافظة بالكامل طبعا إحنا بنعمل سلسلة ندوات على مستوى جامعات مصر للتعريف بدور مؤسسة الحياة الكريمة إن النشاطات اللي بتعملها طبعا المؤسسة أيما على الشباب وبتشتغل بالشباب فده كان ضروري جدا إن احنا نعمل ندوات تعرف الشباب الجدد اللي ممكن ينضموا لنا بالإضافة لأن دور مصر الكبير أو في مبادرة حياة كريمة دور مشرف توعية بمبادرة حياة كريمة الندوات اللي بتحصل الفعاليات جامعة مدينة السادات دائما سباقة بتبني جميع مبادرات في خامة رئيس الجمهورية وآخرهم مبادرة حياة كريمة اللي مبادرة إن شاء الله هتغير حياة أكتر من 60 مليون مواطن احنا هنا في جامعة مدينة السادات يعتبر الملتقى الثاني للمبادرة كان الملتقى الأول في عام 2021 في شهر ديسمبر كان ملتقى يجمع الأكاديميين مع المجتمع مع التوعيين والتوعويين مع مؤسسة حياة كريمة اللقاء كان يشمل دراسة النحية العلمية والبحثية لحياة كريمة ومبادرة حياة كريمة وعلاقتها بالاستدامة الندوات تستهدف توعيات وتعريف شباب الجامعات بالمشروع القومي لتطوير الريف المصري وبالجهود التنموية المبذولة وذلك تزامنا مع استجابة مؤسسة حياة كريمة لدعوة الحوار الوطني لمؤسسات المجتمع المدني إلى إجراء حوارات جماهيرية في كل محافظات الجمهورية مع مختلف الفئات حياة كريمة الفترة دي مش الموضوع إن حياة كريمة دخل كل بيت ودخل كل قرية كصرف الصحي وكمدارس وكمستشفيات وكبنية تحتية إحنا يمكن دخلين الموضوع إنه هو معركة وعي إحنا مستهدفين الشباب اللي موجودين في الجامعات لازم أن الشاب دي يعرف حياة كريمة بتضيف إيه له وبتضيف إيه بلده أولا إحنا جايين للشباب علشان نحكي لهم عن حياة كريمة اللي ما يعرفش أو اللي ما شافش في مركزه لسه حياة كريمة وما وصلتش له في شباب منهم عارف وشافوا مشاريع حياة كريمة قدامهم وشافوا مدارس وشافوا الشغل بتاع حياة كريمة إحنا جايين بقى للطلبة في مكانهم نقول لهم حياة كريمة بتعمل إيه وإيه دورها وإيه دورك إنت وإزاي تتطوع معنا وإزاي تبقى من المتواجد في مركزك أو في القرية بتاعتك ونحكي لهم الكلام ده كله ويشوفوا بعدين بالزيارات الميدانية هينزلوا معنا ويشوفوا بعينيهم في كل المراكس وكل القرى الحقيقة لما سمعت عن موضوع حياة كريمة وكده فهي حاجة كويسة جدا فدتنا كان من ناحية الكرة عندنا من البحيرة موضوع الصرف الصحيح عندنا الحقيقة كان فادنا جدا يعني فادنا من ناحية في أوقات الشتاء في الصرف العادي وكده فوفر علينا كتير وكده ووقت ولما سمعت إن فيه تطوع وكده الحقيقة ما ترددتش يعني قلت إن موضوع كويس جدا وفكرة جديدة وحاجة كويسة يعني لنا كلنا تأتي هذه الندوات تنفيذا للتوجهات الرئاسية في إطار العمل على نشر ثقافة العمل التطوعي بين شباب الجامعات وذلك إمانا من مؤسسة حياة كريمة بدورها المجتمعي في تعزيز قيم العمل التنموي والتطوعي بين شباب الجامعات عبر المشروع القومي حياة كريمة جرمين إبراهيم التلفزيون المصري